السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الخاص بالوحدة رقم 8 هذا الفيديو هو الفيديو الثاني والأخير من الوحدة رقم 8 خاص بتلاميذ الجذوع المشتركة لنبدأ كما قلت هذا الفيديو موجه لتلاميذ الجذوع المشتركة الذين يعملون بكتاب Outlook اليوم سوف نمر إلى الوحدة رقم 8 والجزء الأخير من هذه الوحدة بسم الله وبركاته الله لن توقف حسنا حسنا لذلك لقد توقفنا في الوحدة رقم 8 آخر مرة كنا وقفنا في الوحدة رقم 9 وكيف نصرف الأفعال في الوحدة رقم 9 وكنزيدهم الـ D ولا الـ D ولا E-E-D ولا I-E-D دي او I-E-D والأفعال اللي ما كنزيدهم شيء هذي كنسميه Irregular Verbs اليوم سوف ندوزل واحدة للمسألة اللي هي مهمة The E-D pronunciation كيف نطقوه هاد الـ D اللي كنزيدوها في الأخير ديال الأفعال كيفاش كنطقوها لأن النوق دياله كيختلف Alright let's look at this table شوفوا الطابلوف هاد الجدول اللي عندنا هنا Past tense of irregular verbs لاو لاحظوا Sometimes it's blown out T Sometimes D Sometimes E-D هاد الـ D اللي كنزيدوها بعض المرات كنطقوها T بعض المرات كنطقوها D وبعض المرات كنطقوها E-D فوقاش كنطقوها T Verbs that عنده with the voice sounds الأفعال اللي كتكمل ب الحروف ديال P K S SH T SH F X H هنا هاد الـ الأفعال كنطقو ديك أد ديك أطقوها متلا Ask من كنزيدو لأد ديك أطقوها Asked ماشي Asked أمتنيني أنا غجي صعيبة Asked Asked Baked Brushed Cooked Crushed Cracked Danced Dressed Dropped Escaped Finished Fixed Guessed Helped Hoped Hiked Joked Jumped Knocked Kissed Laughed Locked Looked Missed Mixed Packed Passed Picked Pressed Pushed Pronounced Relaxed Slipped Smoked Stopped Shopped Talked Typed Walked Watched Watched Worked لاحظوا إذا هادو لاحظوا دائما نحصل نطقوهم بهذه الطريقة هذه لأن هذه الطريقة السهلة من لك يكونوا هذه الحروف هذه هانا نشوفوا دابا الحروف اللي في قاش نتقوها الده سوا After voice Voice sound Like L V M R B V G Etc احنا نشوف كيفاش لنك Agreed ما قداش نقول له Agreed ما جي شيء ما جيه Agreed Loaded Answered Appeared Arrived Believed Burned Called Carried Changed Cleaned Closed Cried Described Died Enjoyed Entered Filled Followed Happened Jailed Killed Listened Lived Loved Opened Planned Played Performed Pulled Realized Reigned Saved Shared Showed Stayed Studied Tried Travelled Used Worried Yawned هادوك Studied احنا نقول ده هادوك Id في الأخير هادوك الحقاشية تكمل Study هادوك Studied هادوك 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 Verbs that end with T or D هادوك هادوك Accept هادوك 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 Accepted Attended Arrested Collected Contacted دائما هادوك Id Counted Decided Defended Demanded Divided Expanded Expected Exported Flooded Graduated Hated Hunted Included Invited Invented Lended Needed Painted Planted Printed Pretended Protected Provided Rented Repeated Reporting Respecting Respecting Rested Scalding Skating Started Shouting Treating Visiting Waiting Wanted Wasted لحظوا على أن كمين الد في الأخر الد هذا هو النطق دياله الد الد في الأخر ضروري لأنكم تدربوا عليها عرفوا كيف تقولها لك أن تسمع شيء تليمي يقول لي I watched عيب أن تقول I watched نعمل مخصص تقول I watched عمتوني ندزل للشيء آخر كما قلت لكم ندزل للشيء آخر اللي هو مهم كذلك Vocabulary اللي عندكم في unit number 8 سوف نرى Vocabulary So Use the words in the box to make collocations Then put them in the appropriate column سوف نطلب منكم على أن الكلمات اللي عندنا تماما نحاولو نعملهم مهم Collocation ما هي معنى collocation؟ Collocation معنى هي الكلمة التي تجلبها شيء مع أختها وقد أعطينا معنى بحال مثلا Recycle paper أعطتنا معنى Waste water هذه أعطتنا معنى فهمتني ولكن لا يمكن أن يقول مثلا Recycle hands أو Recycle destroy ما أعطيش إذن ضروري يخصي الكلمات اللي كنت تجلبها مع بعضها لك أن تعطينا لها دبعا لدينا الجلول اللي فيه Do's and the don'ts The do's معنى دياله هي هذا الشيء اللي يجبنا نعمله أوكي نشوف هنا Save the planet Animals Protect animals Protect the planet Plant trees Use energy Recycle paper Ravish بلاستيك هنشوف دبعا The don'ts اللي لا يريد أن نعمله Waste energy Kill animals Pollute air Throw rubbish Hunt animals Destroy trees أوكي؟ دعوني نشرح لكم هنا مجموعة الكلمات التي نرى تقضي الشجر تقضي الشجر تدمر الشجر ويضع الانرجي تضيع الطاقة Kill animals تقتل الحيوانات Pollute the air The water تلوت الهواء أو الماء Throw rubbish ترمي أيضا Hunt animals تستطيع الحيوانات بالنسبة لدوز الأشياء اللي يريد أن نعملهم Save the planet تقضي الأرض وحيوانات Protect تقضي الحيوانات تقضي الأرض Plant trees تقضي الأشهار Use energy تستعملوا الانرجي العكس دياله Waste energy Recycle paper تدوير ديال الpaper الكاغية The rubbish and plastic Okay All right Let's move now To what should we do To save our planets Use some of the words in the box بعد الكلمات التي تستعملناهم نحاولو استعملهم في الجمال هذه We shouldn't Hunt endangered animals مخصناش نصيدو نصطادو الحيوانات المهددة بالإنقراض Endangered animals Fires Destroy millions of trees every year Yes A lot of species العديد من الكائنات Will disappear So if we don't protect them Yes إذا ما حمناهم To save electricity We should Use low energy light bulbs باش نحافظوا على الطاقة يجب أن نستعمل Low energy يعني البولات اللي كيستهلكوا الطاقة أقل We should try to produce less rubbish خصنا نحاولو أننا نتجو أقل كميات الأزبال By only buying things we need من خلال فقط شراء أشياء التي سوف نحتاج Write appropriate catch Phrases for these posters to encourage environment protections عندنا واحد مجموعة دية البوسترز للصور ونكتبوا واحد مجموعة دية الجمال عليهم First picture We shouldn't kill endangered animals أو لا Don't kill endangered animals We shouldn't save water We should save water and energy أو لا Save water and energy We should recycle all used cars أو لا Recycle all used cars Recycle بيوانا أعودوا تسنية ديالهم Number five We should protect animals Number six We shouldn't pollute waters and rivers And number nine Number six We should protect the forest أو لا نعملوا بوستر نعملوا فقط Protect the forest أوكي Yes Read it now All right So these questions appear in the text Read them and tick what the text is going to be about أوكي هدى الأسئلة هدى كين نفتها التكست اللي غاني يقراه اللي هو أخصنا نقراههم نختاره ABC شكون من هدوك الجمل اللي هما غاد يتكلم عليهم التكست What was the reason for the earth summit convention هدى سؤال مجاوبة ليفتكست What are the consequences Are all the countries going to respect it إذن هنا عندنا أول سؤال What was the reason ما هي أسباب For the earth summit convention بالنسبة الخاصة بالمعاهدة ديال قمة الأرض What are the consequences ما هي نتائج Are all the countries going to respect it وش الدول كمنا غادي تحترم هدى الconvention هدى هدى المعاهدة So what do you think the text is going to be ليش غايتكلم التكست من خلال هذه الأسئلة هدى جوال الأكيد هو أن The earth is facing a global warming crisis أن الأرض تواجه واحد عمليات ارتفاع درجة الحرارة أزمة ارتفاع درجة الحرارة Feeling the heat هدى أول عنوان ديالتكست Feeling the heat Okay So this is the text ستحولوا ما أمكن تتبعوه وتسمعوه في نفس الوقت تسمعوه الحوار ديال Feeling the heat Okay Feeling the heat During the 1992 earth summit in Rio de Janeiro Brazil About 170 Including the US Signed a document called the framework convention on climate change The convention calls on nations to reduce greenhouse gas emissions to 1990 levels by the year 2000 What was the reason for the earth summit convention? The average's temperature of the earth's surface is going to increase by 1.4 to 5.8 degrees Celsius by the year 2100 The principal reason for this phenomenon is a century and a half of industrialization The burning of greater quantities of oil, gasoline, and coal besides deforestation and other farming activities Because of these activities, there are now more and more greenhouse gases in the atmosphere Especially carbon dioxide These gases are pushing the global temperature to very high levels and changing the climate What are the consequences? Numerous plant and animal species decline, lose their habitat, and are not expected to survive the next 100 years Human beings, too, are probably going to face more difficulties like the recent severe storms, floods, and droughts Higher temperatures cause oceans to rise, and melting glaciers add more water It is then possible that the sea overflows onto the heavily populated coastlines of countries like Bangladesh Global warming is a modern problem which concerns the entire world Trying to find a solution to it is not easy Ignoring it is worse The Kyoto Protocol is now taking effect Are all the countries going to respect it? ここ حسنا 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 그러니까 You O-K 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 بين الغازات التي تسبب اعتباس الحرارية كما اسمها Greenhouse Gas ويسبب كذلك ارتفاع درجات الحرارة إلى الأرض كذلك عندنا في البراغراف رقم 1, 2, 3, 4 Numerous plants and animals Species decline decline يعني أنه سنقص العدد Lose their habitat ستفقد المستوطنة And are not expected to survive وغالي تكون غير متوقعة أنها تعيش للمئات السنة القديمة Human beings too كذلك Are properly going to face more difficulties Like the recent severe سيواجه مجموعة هذه المشاكيل مثل العواصف القوية والفيضانات floods and drops وكذلك الجفاف High temperatures ارتفاع درجة الحرارة Cause oceans to rise ستسبب ارتفاع منسوب مياه البحر And melting glaciers الدوابان دي الجبال دي الجليد غادي تضيف Add more water غادي تزيد المبزة في البحر It is then possible إذن من المحتمل That the sea لأن البحر overflows غادي يغطي أو غادي يفيد على Heavy populated coastlines على المناطق السحرية اللي هي في نسبة السكان مرتفعة Countries like Bangladesh for example Bangladesh Okay So نزود أبع لأكسرسيز Right, true or false or I don't know The decision of the convention are obligatory القرارة دي المعادة هي قرارة إجبارية I don't know The convention wants the 170 countries to pay more money No It wants them to reduce greenhouse gases وغاتهم يخفضوا من الانبيعات دي الغازات مدرة للغلاف Industrialization is responsible for pollution التصنيع هو مسؤول على التلوود Yes True because of industrialization عن نفتك Greenhouse gases cause weather change Yes True Gases change the climate Animals are not yet affected by the changes In weather No Animals lose their habitats عندنا في التكس عندنا الحيوانات كيف يفقدون ما نزل لهم والنوع لهم والعدد لهم كيف يقص Find and detect words that mean the same as في الحقيقة هاد للتمرين هادا حمقني بزاف لأن واحد مجموعة الكلمات ما كلقاهم شي بحال To go up Paragraph number 2 هادي كينا To increase Go up يعني تزداد ولا كي Not strong Paragraph number 4 واجبرتاشي ما كي ناشي نهائية ولدا قررت على أن هادا حيديك Not ونعمل strong نشوفين هو المرادف ديال strong في ذيك الparagraph رقم 4 وغالي نجبره لأن المرادف هو severe يعني قوي اوكي اوكي بغالي فيها واسيفير الناس اللي عم نكتب غلطوا فالكتب دعوة بهم الله خسوموا يبدلون هاد هاد كتب دعوة بهم الله الله ياخد فيهم الحق anyway number 3 To live longer كينا في الparagraph To survive وسمحوا لي هادك خطأ Survive هادك اي بدلوها E Survive يمعنى تعيش أطول To become larger كذلك المرادف ديال هادكلمة دي مجبرنا شي accept هاد الفعل هو الرائز الرائز يتزدد تزدد في الحجم هاده هو اللي كين alright let's move on writing okay put the sentences below in the right order to form two paragraphs then answer this question إذا هنا سنوضعو هاد الجمل اللي هي بشكل غير منظم نوضعوه بشكل منظم ونحاولو نعملو جوج ديال الparagraph ونشوفو كيفاش يخلقونا الparagraph طبعا الحل هاده هو الجواب I live in in Cairo سمحوا لي كذلك على الخطأ Cairo It's a beautiful city with lots of monuments and interesting places but it's a very crowded city ممتلئة many people work during the day so the air is really polluted الجو طبعا الحل ملوط there are too many cars and buses there is also a lot of noise and dust كيف يزاف الاصداع والغبراء many children suffer from asthma because the streets are crowded بسبب أن الشوارع مزدحمة there are many car accidents so many people get killed مجموعة دي ناس إما كيموتوا أبلا كي يجرحوا so what's the solution the best solution is to limit the number of cars and buses نقصهم العدد الحافلات والشاحنات I think we also need stricter stricter laws so that the cars are cleaner are clearer and do not pollute the cleaner كذلك خطأ cleaner and do not pollute the environment نخصنا قوانين اللي تخلي لأن السيارة تكون أكتر نظفة the authorities spend too much money on buildings and not enough on parks and gardens الحكومة تخسر الفلوس على البنايات ولكن مشي على الجغدان الحداء يقول parks parks and gardens help city to become clean so we need to create more parks and gardens and limit the amount of poisonous gases بش نحدو الكمية ديالغازات ليه السامب all right let's move now to the checkpoint the last exercise ليه مراجعة what do these sentences express first one we often watch football on tv and often إنا غدي تكون frequency Diana she's cooking lunch giving information how is your stomach now طبية الحال asking about health pili's father lived in brazil talking about past events you'd better book your ticket now giving advice is it okay if i phone you tonight asking for permission وكذلك كنا عملنا asking for advice ولكن هنا asking for permission you're right fast food isn't delicious green i'd rather you didn't open your book this is green next exercise write the verse between brackets and the correct tense okay هنا دائما نحن نوقفه في الجملة من المدوها نوقفه في النقطة فيك تكمل فيك تكمل هنا الجملة لدينا last year وعندنا إشارة للزمن last year إذا نحن نصرفه talk last year بمعنى past he said he طبعا بقي كنتكلم in past he said he was he was from Mali and he كذلك was a student at محمدية engineering school he بقي كنتكلم in past he started when he was كذلك when he was five and he كذلك verb learned هات الفعل كنتكلم learned وليكن عدنا في لعيحة دي الأفعال English he studied كنتكلم في past in a high school in Bamako before he moved to Rabat to study engineering all right let's move now to the next exercise the appropriate questions the question talk كنتكلم في آخر دي الجملة you weren't absent now weren't negative were you it's very cold affirmative isn't it she's cooking dinner isn't she they collected the rubbish collected affirmative didn't collect didn't day you didn't see the accident did you okay in which sports do we need waves surfing use a horse أنا غيكون horse riding yes use a bike is going to be cycling okay and catch fish it's going to in which sport you need gloves boxing in which sport you use skates not con roller skating so I'm going to repeat in which sport you need waves surfing horse riding bike cycling fishing swimming 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 wrestling wrestling globe boxing and roller skating let's move to the last exercise all right ask the questions to which the underlined words are the answer if we have a question we have a question on this Leila was at school where was Leila number one Samir goes to the dentist once every six months once every frequency the frequency how often does Samir go to the dentist number two yes I was tired yesterday we usually drink tea for breakfast drink what drink tea what do you usually drink for breakfast Amina traveled by train how كيف سافرت how did Amina travel and Sarah stopped dancing because she was ill why did Sarah stop dancing James and this is the number 5 James and Jenny hope to become doctors now I don't drive do you drive no I don't drive do you drive إذن اللي نقصت هي رقم 6 اللي هي James and Jenny hope to become doctors now I hope what إذن what do James and Jenny hope what do they hope okay هذا هو السؤال what do they hope دجول رقم 8 yes Dina works on Saturdays does Dina work on Saturdays it takes 4 hours to get to Marrakesh how long does it take to get to Marrakesh I received two letters from the bank how many letters did you receive from the bank okay how many letters two مني كنترح السؤال بhow many بمعنى كنترح السؤال على الرقم العدد شحال مني كنترح السؤال على how long يعني هنا كنترح السؤال على period of time okay alright سو آخر التمرين غير يكون وهذا complete the sentences with the adequate words or phrases إذن هنا عنا واحد مجموعة الكلمة ما نحاول نعلمهم في مكان المناسب Governments are trying to find alternative to to what alternative هي بديل حكومات تحاولوا أن تجد بديل بديل لي لاش جواب the greenhouse gases okay I must because I'm asking for a visa if we're asking for a visa غالي نطلب visa شنو قصي نعمل sign a document D of our body is 37 degrees Celsius طبيعا الحال the average temperature معدل الحرارة the Amazon forest is in danger because of deforestation اشتتات الغابات because of so many cars and factories the planet suffers from إذن بسبب العديد من السيارات والمعامل فالأرض تعاني من طبيعا الحال global warming ارتفاع درجة حرارة الأرض many countries are going to face difficulties تواجه الصعوبات because of the earth's rising temperature بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض thank you for watching this is the end of unit number 8 part number 2 outlook student book presented by أحمد سيار كنتظر على بعض الأخطاء اللي وقعت وهذا بسبب ضغط ديال الوقت لأنك رخصين وجد هذا الفيديو وبسرعة ونكمل لأن التلامد وصلوا كين بعد التلامد فيما أنا أعتقد المغرب متابعين ديالي وصلوا إلى unit number 8 ويمكن غاد يدخلوا في unit number 9 وحاول ما أمكان أن ينوجد هذا الفيديو هذا يقبل لما يدخلوا إلى unit number 9 بش يكونوا على الأقل غادين بالتساويب على الأقسم ديالهم غادين حاول ما أمكان نبدأ نوجد في unit number 9 رقم سعود بش نوجد لكم إن شاء الله رحمه 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 see you later before you leave remember to like, share, follow and prescribe لا تنساوي كذلك لأنكم تشاهدوا مع تلامد الذين يعرفوهم وتلامد الذين يرونهم ضعيفين ووصيهم أنهم دخلوا وتعلموا يحاولوا ما أمكان يتبعوا الدروس هنا ويمشوا للقسم وما أمكان شنو سيعملون إن شاء الله كذلك نحاول ما أمكان المرة اللي ماجهة نوجد كذلك